لبشاعة أمر الحسد دكتور القرآن الكريم والسيرة النبوية والسنة النبوية مليئة بالنصوص التي تبين خطورة الأمر على الحسد وعلى المحسود هذا صحيح وفي سورة النساء يقول الله جل وعلا أم يحسدون النأس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم ولهذا تأمل تنكر الآية الكريمة هذا الخلق الشنيع وهو الحسد هذا الحسد الذي يغلي في صدر الحاسد الحاسد الذي يعترض على فضل الله جل وعلا ويسعى لإيقافه وضاقت به نفسه الحاسد يعترض على ما يقسمه الله عز وجل ويقدره بين عباده لأنه يريد الأمور على هواه لا على ما يقدره جل وعلا وتمضي بذلك حكمته سبحانه وتعالى الحاسد لا يمكن أن تكون سعيدا وحاسدا في نفس الوقت الحقيقة هذا ربط رائع دكتور أنك تربط السعادة والرضا بهذا الأمر كلما تعافيت منه كلما كنت سعيدا هذه رسالة مهمة نعم وربما زاد الله الحاسد غما على غم لاحظ وذلك بازدياد نعمة الله على المعسود والملك لله جل وعلا هو الرزاق وهو الكريم سبحانه يقول جل وعلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا أذكر في هذا كلاما لابن تيمية رحمة الله عليه يقول الحسد كراهة نعمة الله على الغير ولذلك فالحسد من أمراض القلوب المعنوية وهو مراض خطير الحسد يكفي أن تعلم أن الحسد هو أول معصية عصي الله بها وقائد الحسدة لاحظ وقائد الحسدة وقدوتهم في هذا الخلق القبيع هو إبليس وهو أول حسد كان في نعمة من الله جل وعلا كان في الملكوت الأعلى فغلب عليه الحسد فلعنه الله وطرده من رحمته لكن إبليس طلب إمهاله إلى يوم القيامة وذلك ليواصل فجوره مع الخلق ومن الأشياء لاحظ من الأشياء التي تحققت لإبليس هم زمرة الحسدين الذين اتبعوه على طريق الحسد ولهذا يقال الحسد سلوك دميم مليء بالجبن والخزي والعر لماذا؟ لأنك لا تجرؤ أن تبوح لأحد بأنك حسد إلا ما ظهر من فلتات لسانك وأفعالك وأيضا يقال بأن الحسد لاحظ بأن الحسد أغبى الرذائل لأنه لا يعود على صاحبه بأي عهد الحسد لا يستفيد بل على العكس يعود عليه بالكمد والحسرة والقلق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر